اشتركوا في القناة فهي ترهب البشر وتقتل الحيوانات والماشية لكنها في نفس الوقت تثير الاعجاب بسبب قوتها وذكائها المفرط فالذئاب هي احد المعالم الرئيسية للطبيعة البرية معلومات قد لا تعرفها عن الذئاب يستطيع الذئب ان يشم رائحة دم البشر على بعد اميال بالصحراء واذا اصيب احدهم وخرج منه دم في الصحراء او في البرية يصبح هدفا للذئب ولا يستطيع الخلاص منه بسهولة حيث يوجد لدى الذئاب مئة يون خالية شم بينما لدى الانسان خمسة ملايين خالية فقط مما يعني ان بامكان الذئب ان يشم من على بعد ثلاثة كيلو مترات الذئب حيوان يعيش في مجموعات لا يتهجن ولا يصبح اليفا كالكلاب ولا يمكن تدريبه كباقي الحيوانات المفترسة كالاسود والنمور وغيرها يعتبر الذئب من اخلص واوفى الحيوانات لشريكه فهو يحزن على موت شريكه ويعوي لمدة شهور او سنوات بكاء على فراقه ويكون العواء عواء حزينة وكثيرا ما ينتهي الامر بالانتحار او الموت حسنا فنادرا ما تجد احد الزوجين على قيد الحياة بعد موت الاخر ووفاء الذئب في الزواج منقطع نظير فهو يتزوج من ذئبة واحدة مادى الحياة ولا يخونها وكذلك الانثى لا تخون زوجها كما يعتبر الذئب اكثر الحيوانات برا ووفاء لوالديها فعند وصول الوالدين لسن الشيخوخة فيحرص الابناء على خدمتهما ويقومون بالصيد لهما واطعامهما الذئب لديه من الذكاء ما يجعله يعرف ان كان راعي الماشية يحمل سلاحا او لا يحمل وعلى هذا الاساس يقرر الهجوم من عدمه كما يعرف ان كان راعي الماشية ذكرا ام انثى وعليها يقرر الهجوم الذئب اكثر شراسة من الذكر وخاصة عندما يكون لديها ابناء تولد الذئاب عمياء فعيناها تكون مغلقتين تماما فلا تستطيع الرؤية او التحرك الا بعد اسبوعين من الولادة يصل حذر الذئاب لدرجة تجعلها تنام بعين واحدة فقط وتبقي العين الاخرى مفتوحة علاقة الذئب بالجن يعتقد البعض ان للذئب قدرة خارقة على رؤية الجن وتخويفها وتتمثل هذه القدرة في عينه التي لا تفقد بريقها حتى بعد موته فالذئب يمتلك عينين لا ترمش حتى اثناء نومه وهناك الكثير من الاقاويل القديمة التي تؤكد قدرة الذئاب على اكل الجن وانه مسلط على الجن لتخويفهم وابعادهم والقضاء عليه شكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو وارجو ان لا تنسوا الاعجاب به والاشتراك في القناة